عجبتني جدا الجملة الدين هو فن صناعة الحياة شوف الجملة جملة حلوة جملة دي في حد ذاتها جملة فن ده بقى الجملة دي تقدر ترح واخدها كده وحاطتها في مستهلات مش هقولك مستهل واحد مستهلات تجديد الخطاب الديني في مصر دي لازم تبقى موجود ان الدين هو فن صناعة الحياة ايه الجمال ده اقعد فكر صناعة الحياة الدين مش بعيد عن الحياة الدين مش بعيد عن البهجة الدين مش بعيد عن استمتاعك بالحياة طول الوقت ومين قال انه الاستمتاع بالحياة يجب ان يقترن بنقيصة او بخطيئة او بكبيرة اطلاقا انت طول الوقت تقدر تستمتع بالحياة في ظل انك تبقى بني آدم ملتزم دينيا فاهم عقلتك كويس وحط تحت كلمة فاهم العقيدة كويس ملايين الخطوط ملايين الخطوط الدين فلسفة لتنظيم حياة الشعوب والمجتمعات هيجي يقولك وقاله فلسفة أنا بس عايز أنصح الجماعة بتوع الإخوان والمجموعة التانية الأجرية بص أبواق الإخوان دول بيانقسموا لتنين في عيال إخوان إخوان منظمين وفي مجموعة تانية أجرية ماشي الكلام يا جماعة أنا الراجل فعلا والله العظيم ما فيه على راسي بطحة واحدة أحسس عليها وأنا أقوم بيكو كلكو كلكو يعني أنا الوحدي أقوم بيكو كلكو في حلقة مش في اتنين أقوم بيكو واحد واحد أقوم بالجماعة وبالتنظيم الدولي وش وإنتوا عارفين واسأل اللي مشغلك أقوم بيكو وش فوالنبي سايق عليكو ابعد عني يعني ما تعمليش كده لأنه هاكلك ما انتش أدي خالص خالص لن تأدي في التعليم ولن تأدي في التربية السياسية ولن تأدي في المناقشة ولن تأدي في المجدلة ولن تأدي في التناظر أكلك ولن تأدي في المعرفة ولا سأقوم بها تفتكر إن لما يبقى تطلع وتقول يعني مثلا لما يبقى فإحنا كده قلنا يا واد يا خواجة يا واد يا متعلم أنت ما تعرفش تقرأ كلمتين إنجليزي على بعض ولا حتى قاريت كتابين على بعض من يبقى جد بقى هو التنطع على مقاهي اليسريين والنصريين كده سمناها ثقافة ولا إيه إرجع وغيرك يعني العيال بتاعت التنظيم بقى أنا بكلمك على الأجرية العيال بتاعت التنظيم ابعد عني واسأل قياداتك يوسف لا يوسف لا أكلك وابلع بمعلقة شاي مش بكباية أي معلقة تمامك عندي وفهمها أنت دي بقى